السلام عليكم طلاب نبدي باسبوع ثاني من المحاررات السنوية اليوم ونصلنا الى سكشن اسمه واحد اثنين اللي هو سيكوريتي اتاك صفحة اربعة سكشن واحد اثنين سيكوريتي اتاك صفحة اربعة من المنزمة المنزمة اللي نزلت بكم هيا عن كلاس زيدي ننجي انواع الاتاك من هنوعه الباسب اتاك النوع الثاني اسمه الاكتب اتاك الباسب اتاك هو الهجوم الخامل والاكتب اتاك هو الهجوم النشط رح اشرحلكم عن الخامل واذا ما كفى تصبره اكمل لكم هنا الهجوم الخامل يعني شنو هو الاتاكر شي سوي يهجم عنه المسج لكن يقرأ المسج فقط من دون تغيير محتويات المسج نفسه يعني شنو عندي علي اللي هو سندر عندي احمد هو ريسيبر دين ترسل المسج بين السندر والرسيبر بيانات دين ترسل بين السندر والرسيبر عندنا طرس الثالث اسمه الاتاكر جنيه يسوي هذا الاتاكر هرسمي لكم عيوم جنيه يسوي هذا الاتاكر فقط يعني شنو يقرأ محتويات المسج فقط بدون ما يغير من محتويات هذا المسج نفسه يعني معناها بالطريق يباوع المسج اللي تسري بالطريق من دون تغيير محتوي المسج نفسه معناها فقط ريدي 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 إذا طالب يقول لي ست الباسف أتاك يعني تخموه الوجوم الخامل الوجوم الخامل يجي طالب يقول لي ست المجوم الخامل يغير من المسج أقول لنا المجوم الخامل ما لا علاقة تغير النسج شي سوي فقط ريد خلوها ببعضكم هذا النوع بنوعين النوع الأول اسمه release of message من الترجمها بالإنجليزي معناها إطلاق المسج بس الترجمه بالسيكوريتي يعني قراءة المسج قراءة المسج فقط ثانيا release of message ثانيا traffic هذا النوع الثاني من منوك من الباسف أتاك شنو اسمه traffic analysis تحليل المسار العفو تحليل مسار مرور المسج زيادة المسج عدنا أعيدي عادة سريعة النوع الأول من السيكوريتي أتاك سيكوريتي أتاك يعني الهجوم على السري أو انتهاء أو اختراق السري هذا معناها بالعربي سيكوريتي أتاك موضوع مهم طلاب هجوم الخامل يعني يقرأ المسج بدون أن يغيرها يعني مجرد نظر sender و receiver ترسل بيانات مطالب شي سوي الأتاكر يقرأ المسج بين sender و receiver without modification without modification زيادة الله النوع الأول من هذا المجوم الخامل هو release of message لو انترجمها من google اطلاق المسج بس يسموها بسيكوريتي قراءة المسج فقط يعني read message on on read message traffic analysis تحكيط مسار مرور المسج ماهو معناها؟ معناها يباوع الأتاكر اشقبوا المسج يحل المسارها أمين الرسلة من يا خاسبة يعني الحرس منكم هنا أكمل هنا عندي sender وهنا عندي receiver ترسل بيانات مطالب شي سوي الأتاكر هنا بغاية حالة في traffic analysis ايضا ينظر يباوع يشوف من يا خاسبة طالع هاي المسج هذا البيسي وهذا البيسي من يا خاسبة على يا سيرفر مربوطي ماذا قلت الائبي مال خاسبة هاي كلها يعرفها من هو السينا العين من هو الرسيبر أحمد شو بعد تفاصيل يطرم محتويات المسج نفسها فش يسمون هذا النوع traffic analysis طلاب لو أجيب لكم مصطلحات تكتبوا لي مثلا سطرة الإنجليزية وتوضيحات نفس ما أنا أرسم على الصبورة زيان طلاب يعني ما أريد درخ بدون فهم النوع الثاني من السيكوريتي أتاب هو أكتب أتاب ما أكتب أتاب يعني خمول عفوا هجوم نشر الوجوم النشر الوجوم النشر الوجوم النشر شو معناها الوجوم النشر يعني مية بالمية يسوي تعديل على المسج المرسلة أو يخلق نص جديد يختلف عن النص الأصلي هزا شنو الأكتب أتاب موديفكيشن نعم عن المسيج أو دياتا أو يعني أو create a new secret يعني مرادة المسيج different from the original internal original كما أنهم النشط كما أن يقومون المسيج رح أسميكم رح قرر المسيج المرسل بين المسيج و بين المسيج هنا عندي اتاكر ماذا يفعل الاتاكر؟ يعدل على غاية المسج ويرجع يرسلها فش عندي عني؟ عندي موديكيشن لانتبع على غاية الكلمة قبل شوية قلت لكم عندي يريد اهناش عندي عندي تعديل موديكيشن زياد هذا الاكتب اتاك بصورة عامة بأربع عنوان اتاك بصورة عامة هسا عندي عامة سريعا لأكتب اتاك هو تعديل عن المسج او خلق مسج جديد يختلف عن المسج الاصلي مثلا بستندر عايش قال الاخمت قال من المسج قبل اثنتار اجتماعنا ستبع بالتسعة اجي الاتاكر غير اللاقر بثمانه وغير المكان ورسل المسج للريسيبر فاهنان شنو غير من محتوي المسج عدى العين أو المسج يغيره تماماً يعني مثلاً ما يقول له اجتماعنا بثمانية يقول له اجتماعنا بعد يومين في مكان معين معناها خلق مسج جديد يختلف عن المسج الأصلي تماماً فيأما بالأكتب أتاك شي سوى الأتاكك يعدل على المسج تعديل بسيط أو يخلق مسج جديد ويعيد أرسال زي عندي أول نوع اسمه الماسيكيورايت ينتحل شخصياً يعني شنو؟ رح أفرهم لكم إياها مخاط يعني عندي سندق عندي سندر ليرسل بيانات إلى رسيبر وعندي أتاكر قارف الثالث مثل ما انتفقنا دائماً للأتاكر يكون قارف الثالث بين السندر وبين الرسيبر السندر اسمه علي الرسيبر اسمه أحمد زين لو أرسل المسج بين عي و أحمد يجى الأتاكر السود سود حل شخصية علي تماماً يعني شنو سمى نفسه؟ سمى نفس علي وعلي هنا صار اللغة دورة المراسلات صارت بين الأتاكر اللي يسمى نفسه علي وبين منو بين الرسيبر أحمد فدور علي أصلي اللغة هذا دور اللغة منو خل محلة أو انتحل شخصيته حسب اسم النوع من اسمه مبين انتحال شخصية يعني شنو؟ يعني الأتاكر ينتحل شخصية السندر فقط في بعض الأحيان ينتحل شخصية الرسيبر بس دائماً ينتحل شخصية السندر يلغي مكانه يسوي نفسه سندر يعني يسمى نفسه علي يعني صار هذا مؤتاكر صار سندر بس السندر بنفس الوقت يكون مؤذي مؤذي بهاي الحالة زياد رسل المسج بصورة طبيعية المن الأحمد هس المراسلات بدأت صير بين الأتاكر وبين أحمد أحمد يعرف بي هالهكر ما يعرف بي يعرف بي على انه من هو هو انه هو السندر الأصلي يعني داء ترسل آني وقرايبي قرايبي ما تعرف انه منتحل أحد منتحل شخصيتي وبدأ يترسل بي فهمتوا؟ هاي الفكرة من انتحال الشخصيه هذا النوع الأول من منو من الأكتب أتاك هاي الفكرة من انتحال الشخصيه هاي الفكرة من انتحال الشخصيه هاي الفكرة من انتحال الشخصيه هيا الفكرة من انتحال الشخصيه هيا بالنوع الثانيه هو الريبلاي الريبلاي عدد ارسال أفكرة من انتحال الشخصي PHC يرسل ميسج للرسيبر السندر أرمز لـ S الرسيبر R لسهولة الإختصار هذا يسمع عني هذا يسمع أحمد يرسل ميسج بين عني وأحمد إعادة الإرسال ما يفعل الأتاكر الأتاكر يأخذ ميسج من عني يغير بي ويرجعي مثل الأحمد لو يغير بي وما يغير كيف؟ كيف الأتاكر؟ لو يأخذ المسج يغيرها مثلاً يقام الساعة بثمانية يسوي ساعة من تسعة أو يأخذ المسج نفسها يطلع عنها يقراها يعني read only ويرجع يرسلها ألم للرسيبر هاي فكرة الـ reply زين عندنا النوع الثالث الثاني فهنا النوع الأول كذنين من الأكثر بها انتحال الشخصية يعني شي يسوي الأتاكر يأخذ دور السندر أو الريسيبر بس في بعض الأخيان يعني في أغلب الأوقات يأخذ دور السندر هاي طلنا؟ زين النوع الثاني هم إعادة إرسال يعني شنو إعادة إرسال عنده سندر أو رسيبر يأخذ المسج يعيد إرسالها للريسيبر يعيدها بتعديل أو بدون تعديل يعني يأما يعدل على المسج يأما بدون تعديل زين النوع الثالث هو موديفكيشن 100% موديفكيشن 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 شنو معناها؟ عندي سندر عندي رسيبر عندي أتاكر موديفكيشن يأخذ المسج يعدل عليها 100% يعني يعدل تعديل كل أو تعديل جزئي حسب هو شنو يريد فالموديفكيشن هو النوع اسمه تعديل والرفلاي عادة إرسال عندي النوع الأخير النوع الأخير هكتبهنا على الجهة الرابع اسمه ادينا أوف سيرس ما يفعله الأتاكر؟ يستعمل الاتصال بصورة غير صحيحة شنو معناها؟ معناها أنه عنده هذا الأتاكر هنا يعمل على الشركات الكبيرة والمصانع وغيرها هنا سيربر عندي سيربر كبير ببيانات مهمة وكبيرة ما يفعله الأتاكر؟ يرسل المسيجات إلى ما لا نهاية المن يرسلها للسيربر لماذا؟ على الموض ما يفعله بالسيربر يتميلي الميموري مالتك وما يحدث به أخباق فهذا ما نقول لخباطة صغيرة من عنده فهدفه شنو؟ هدفه يحقون السيربر هدفه يستخدم الاتصال بصورة غير صحيحة لأن الاتصال الصحيحي أنه يأتي يرسل السيربر مسج معين مثلاً هذا الاتصال الصحيح الاتصال الغلط الذي يخرج عن الخدمة هو هذا الذي يأتي بالأتاكر يرسل مسجات صورة غير منتهية ويسوي الخطاق بالسيربر شي سمونا لنا لدينا الخروج عن الخدمة طلاب الرسومات بالنسبة للرسومات التي تخص السيكوريتي أتاك هذا الموضوع يعني هو 1-2 سكشن سكشن 1-2 تردون الرسومات على الصبورة تأخذوها صحيحة تردون ترسموها على المنزمة أيضاً صحيحة فشو ننأسهل إلكم؟ ما حافظتنا؟ سيكون نعم نعم مصطلحات أساسية للتشفير صفحة 6 صفحة 6 سأخصلكم بعدد نقاط النقطة الأولى كمصطلحات أساسية للتشفير هذه المصطلحات تنتبهون عليها هي محفظة وإنما لازم تديرون بالكم عليها وتعرفون كل مصطلح لأن نستخدمها هذه المصطلحات إلى نهاية السنة إن شاء الله فأريدكم تديرون بالكم على هذه المصطلحات بصورة عامة سأسميكم المخطط العام لكل نظريات التشفير يعني كل نظرية مال تشفير تعتمد على هذا المخطط الأساسي إيش عندي؟ عندي سندر يرسل ميسج إلى رسيبر هنا عندي سندر هنا عندي رسيبر اسمه أحمد مثلاً هذا اسمعني ترسل ميسج بالطريق هذه الميسج تكون مشفرة شنو اسمهم؟ بالانجليزي المشفرة اسمهم؟ الميسج المشفرة اسمها سايبر تيكست يعني الميسج المشفر هذا المصطلح سوف أخبركم سوف أخبركم هذا المصطلح سوف أخبركم سايبر تيكست سايبر تيكست سايبر تيكست ما هو مباكست ما هو مباكست سايبر تيكست الزيب هنا عندي Souétais الإنكريبشن فتر تشفير هنا عندي كي مستاح الإنكريبشن مستاح التشفير هنا عندي كي مستاحة الإنكريبشن مفتاح فتر التشفير هذه هي مصطلحات الأساسية ديروا باركم عليهم الآن لدينا مصطلح جديد تعرفنا عليه المسج المشفر تشفير مفتاح التشفير مفتاح التشفير مفتاح التشفير مفتاح التشفير مفتاح التشفير هذا المخطط الأساسي لعملية التشفير مفتاح التشفير المخطط الأساسي لعملية التشفير أتمنى يكون مفهوم لكم و هنا عندي مسج اسمه Plane Text Plane Text يعني مسج عادي أو غير مشفر مفتاح و هنا يرجع أيضا مسج عادي يرجع مسج عادي غير مشفر شوفوا بالطريق اكو مسج مشفر لان بالطريق ما ريد الطاف الثالث يعرف اني شنو ارسل بالطريق بس بالسندر عندي مسج عادي وبالرسيبر عندي مسج عادي فالمسج احنا مفهوم يكون والمسج احنا يكون مفهوم اما المسج بالواسط يكون مشفر خلوها ببالكم هادا شنو يرمزولي؟ يرمزولي C هادا شنو يرمزولي P or M هادا ايضا P or M اتمنى يكون هذا المخطط غطى كل الصفحة السادسة كل الصفحة السادسة بهذا المخطط وهسا راح اضيف لكم بعض اشياء موجودة بالصفحة اشتركوا في القناة هادا مفهوم يكون اساسي تستخدموه الى نهاية السنة مصطلحاته مهمة عادي سريع احنا موجود مسج عادي يرمزولي P or M المسيج العادي موجود بالسندر يشفر ويمفتاح للتشفير يرسل بالطريق مشفر اسم المسيج المشفر سايبر تيكس يرسل الى الرسيبر الرسيبر يفك التشفير على ويعرف المسيج الرئيسي بالمفتاح معين ويرجع للتكس نفسه فالسندر والرسيبر يعرفون ما المسيجات بينهم اما بالطريق تكون مشفر زين عدنا مصطلحات ثانية يقول لك الانفرشن بعدة مرادفات ان كودي وان سايبر انكودي وان سايبر زين اما الديكربشن باسمين دي كودي ودي سايبر اذا لاحظتو بالمصطلحات شكو شي يبدي بال الديكودي 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 تشفير شكو يبدي بالديكودي هو فت تشفير فمن اجيب لك بالامتحان هذا المسيج سوي له دي كودي ليس طالب يقول شنو دي كودي لا انا اطيطك مرادفات للديكودي هي الديكودي والديكودي فمن اجيب لك بالامتحان ما بيقول لك دي كودي ابل لك دي كودي فتعرف ان شكو يبدي بهذا المقطع الدي وتشفير العفو فت فرق تشفير كل شي بدي بالإيئن هو التشفير هل خلوها بأخر صبح السادت سبعت بيهم مصطلحات عندي منيقول لك تعرف الكريبتو سيستم بتقول لك هو بزيج ما بين الانكريبشن والديكريبشن ماري بتنسوها زين طالب يقول لك مرات الكيل يكون same key هيا بعدين ناخذ منظور منفصل same key يعني هنا هذا الكيل هو نفس هذا الكيل مثلا الكيل هنا يساوي ثلاثة هنا الكيل يساوي ثلاثة معنا نفس الكيل دا استخدم شي يساوي هذا النوع اسمه asymmetric نتعرف عيف المخامرة اللي جاية ان شاء الله السمه هو المتماثن زين طلاب زين طلاب اسمترك وشنو انواع السمترك ومنه الاسرع ومنه الاضمن بالتشفير هذا المضوع مؤجل شوية بس حبيت قبلكم انه الكيل يأما يجي متجانس يعني symmetric او تماثن او تماثن او جون مختلف يسويه asymmetric يعني اخلي بس حرف اي قبل الكلمة خلصت مصباحات التشفير خلصت صفحة 6 طرعا هذا ايضا صفحة 6 من منزلة تعريف مهمة صفحة 7 تعريف مهمة صفحة 7 تعريف الكريبتوغرافي الكريبتوغرافي تعلمين بالانجليزي كل كلمة تنتهي بمقطع P.S.Y هو علم 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 العرض ينتهي بهذا المقطع البيولوجي بالعرض كل كلمة تنتهي بهذا المقطع هي خاصة بالتشفير الكريبتوغرافي يعني تشفير علم التشفير علم التشفير بالبداية حيشيانا دون إنه معلم مختص بتأمين المعلومات وحفظها بشكل سري ومدع الناس الغير مخولين من الوصول إلى النظام هذا تعريف منه؟ تعريف الكريبتوغرافي يعني شنو؟ التعريف حماية 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 نحمي منه؟ نحمي منه؟ نحمي الانفرميشن الناس الغير مخولين لحماية النظام يعني منع حماية العفو المعلومات أو النظام مؤمن الناس أو المستخدمين الغير مخولين 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 سيطلا فهذا تعريف تعريف علم التشفير هاي المصالحات موجودة صدخة سرعة ثانيا الكريبتوغرافيا هما الناس اللي يسويون التشفير شي سووهم كريبتوغرافيا المصطرح الثالث الكريبتوغرافيا هو علم تحليل الشفرات شنو معناه هو علم الكسر الشفرات وتحليلها من اسمه الكريبتوغرافيا يعني علم تحليل الشفرات تحليل الشفرات ومعرفة المسج الأصلي كريبتوغرافيا موضوع كامل إن شاء الله قبل نهاية السنة نأخذ وبعد نصف السنة نأخذ إن شاء الله شلون تكسر شفرات يعني شلون تعرف وتخمن مسج من مسج مشفر يعني طيق مسج مشفر وطيق طرق تخمين هذا المسج يعني علم كامل ما يسمى نهاري ،؟ خلوงها بق contributing الكريبتولوجي علم يخص ذول اثنانتهم يعني شiahهم يضم الكريبتوغرافي والكريبت得 ما يسموه الكريبت كريبتولوجي يعني علم شiahهم يضم الكريبتقرافي مع الكريبت siglo المصطلح الرابع هاي مصطلحات مهمة لازم تعرفوها زين طلا راح اشرح لكم بس سكشن واحد اربعة اشرح لكم بس شكشن واحد اربعة ونبديل هسا نعيد المصطلحات بصورة سريعة اول مصطلحة سرعة هو الكريبتوغرافي علم التشكير حماية المعلومات ومنع الناس الغير متخونين من الوصول الى هذه المعلومات او الوصول الى النظام الكريبتوغرافي الناس اللي يساومون تشكير الناس التي تقوم بنظريات التشكير يعني اهمل يسمونه كريبتوغرافيا الكريبتوغرافي من اسمه تحليل علم تحليل الشفرات ومعرفة المسيج الاصلي الكريبتولوجي هو ما بين رقم اثنين العفو بين الكريبتوغرافي ورقم اثنين شي يسمونه هاي مجرد مصطلحات التشكير لازم تعرفوها مزيد المخطط بصفحة سبعة هو ان شاء الله كل ما نتقدم بالموادة سوف نحفظهمكم معي يعني سنأخذها ان شاء الله بالمحامرات الجائية كلها لا أعفو هاذا المخطط اللي داء نسحة جدا ممم لاني ترجم لك صفحة ستة كل من فماري صفحة ستة تندرخ اريد تنفهم على هذا المخطط اللي رسلتك هذا مخطط شامل وتستخدموه الى نهاية السن واضح قدنا نعم مزيد هالسة سكشن واحد اربع بايسيك كريبتوغرافيك الغورثم من اقول لك بالابتحان شين هي البايسيك كريبتوغرافيك الغورثم تقول لي عدينا ضائدين بايسيك كريبتوغرافيك 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 الغورثم نظريات التشفير الاساسية عدي نظريتين للتشفير شرحتها بالنهاية تصدر اذا تذكروها اللي هي السيمتريك والأسيمتريك شي سموها بايسيك كريبتوغرافيك من اسأل هذا السؤال بايسيك كريبتوغرافيك 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 تقول لي اثنين حشرة حسرة السيمتريك المتواقل والأسيمتريك أيضا اشرحها الأسيمتريك الغير و تماثل نفس الكيلة بس تخلوها حرف قبل التلم هذا معناه تماثل وهذا معناه تماثل تماثل المتماثل الاسم الثاني اسم secret انتبع الاسم اسم secret algorithm من تنتبع الاسم الثاني تنتبع الاسم الثاني كيف يمكن الاسم الثاني تنتبع الاسم الثاني لأنتهي لك لك بالمتحان يعني secret key algorithm يعني عنها asymmetric هذا ورادخ زي انظرنا وهاي ورادخها public key algorithm زي انظرنا عندي هذا النوع متواتل وعندي غير متواتل هذا اسمه مخينة يعني مرادخات فمرادخ السمترك هو secret key algorithm ومرادخ السمترك هي public key algorithm واضح ظلم هذا الشي يستخدم يستخدم نفس المفتاح التشفير وهو التشفير وهو التشفير زي انظر هذا تعريفه بنوعين النوع الاول اسمه stream cyber النوع اسمه stream cyber يعني المجزة الاول هذا الشي يكون طبعا نقبل انواع ههي ارسلم لكم المتماثل يكون sender يكون receiver يرسل message معينة يستخدم هنا encryption هنا decryption هنا c يعني cyber text هنا عندي plain text هنا عندي plain text راح اكتب بعد كل رموز لماذا؟ قبل قليلا فهمتكم أن P هو ميسج عادي وأن C هو ميسج مشفر وأن حرف E هو مختصر Encryption وحرف D هو مختصر Decryption من ترسل بيانات بالطريق هذا يستخدم الكي هذا نفس الكي فالشي يسمونه مطول المفاتيح متشابهة اسمه النوع Symmetric أو اسمه Secret Key Algorithm هذا النوع الأول كاليغورثم والنوع الثالث هسه متواثل بنوعي النوع الأول اسمه Stream Cyber Stream Cyber يعني ما معناها معناها Sender طبعا هنا اسمه Secret Key وهنا اسمه Secret Key زين عندي Sender وعندي Receiver يرسل ميسج بالطريق تكون هاي الميسج مجزئة يرسلها مجزئة للتاس مثلا هلو H-E-L-L-O زين يرسلها بالطريق تشفر تشفر تصر Cyber Text أيضا تشفر على شكل خمس بلوك خمس بطع لأن حسب أحرف الكلمة وتوصل بالرسيبر أيضا خمس بطع هلو H-E-L-L زين هذا النوع اسمه Stream Cyber يعني التشفير المقطع زين من اسمه تشفير مقطع يعني أقطع الكلمة أرسلها بالطريق وبعديا ترسل مقطع هذا Stream Cyber ترجمة نانسي قنقر نسحت القنية تساعدونا هذا النوع الأول من السيمتريك النوع الثاني من السيمتريك رح أكتب الكومية هنا صفا النوع الثاني يموه Block Cyber Block Cyber Block Cyber يعني تشفير البلوكات شون يكون التشفير عندنا سندر عندنا رسيبر يرسل المسج على شكل بلوك كامل مثلا يقول له Hello كل البلوك توصل بالطريقة تكون C Cyber Text تكون على شكل بلوك وهنا ترسل بالرسيبر على شكل بلوك زين طلب هذا النوع اسمه Block Cyber أيضا متفقين على مبدئ أنه يكون نفس المفتاح فهنا عندي مفتاح اسمه Key Secret Key وهنا عندي Secret Key طبعا هاي ألوعة موجودة بالبنزلة اللي رسم والتها فتأخذوا من الصبورة زين وهنا في معدي Secret Key وهنا Secret Key زين طلب صغير واضح أعيد عادة سريعة عدي متمانفين يعني عدي نفسي في التشفير وفك التشفير هذا الرسم الأساسي الرسم الأصبع لو أجينا على ألواع السيمتريك أو ألواع Secret Key الغورثة اللي نجد لكم هذا مرادث لهاي كلها فلو أجيب لكم بالامتحان Secret Key الغورثة معناها النظام المتواصل اللي هو السيمتريك بعد واحد زين عده بين نوع النوع الأول Stream Cyber والنوع الثاني Block Cyber زين Stream Cyber هو التشفير المقطع يعني أدس المسج على شكل قطع حسب أحرف المسج تذهب الطريق مشفرة ترسل فكتشفير باستخدام نفس المفتاح لماذا يستخدم Secret Key نفس المفتاح لنعبد لنوع متماثل بالنوع الثاني ما للمتماثل أيضا اسمه Block Cyber يشفر بلوكات الكلمة كلها على شكل بلوك تشفر بالطريق وترسل على شكل بلوك زين طلاب النوع الثاني من Cryptographic algorithm هم الغير متماثل معناها Different Different key for encryption and decryption شنو معناها؟ مفاتيح مختلفة للتشفير وفق التشفير هنا يستخدم هذا يستخدم في المفتاح اسمه Public key ليش حسب اسم النظرية اللي هي public key أي غورثن وهناها دي يفك تشفير بمفتاح اسمه secret key وهناها الطريق C مشفرة فعني G المفتاح هذا يختلف عن هذا المفتاح فشي يسوي السندر يشفر الفتشي اسمه public key وشي يسوي السندر يفك التشفير الفتشي اسمه secret key هذا public key من اسمه public يعني فتاح عام كلها تعرفه أما secret key يعرفه بس السندر وهناها بحضة الله دائماً دائماً يكون السندر أسرع ليش؟ لأن ترسل بالتاج فيكون أسرع جيد حتى الآن خلصنا هذه المحاضرة إن شاء الله أبلش لكم محاضرة ثانية أكمل المثل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر